مرحبا بكم مشاهدين كما أجدد الترحيب بضيفايا من رمالة بفلسطين إذن علي وأحمد صاحبا مبادرة هذه فلسطين أهلا بكم أحمد وعلي أنتم معي أهلا وسهلا معي أهلا بك لا تتحرك فقط طيب نتحدث اليوم على هذه المبادرة هذه فلسطين مبادرة انطلقت قبل عامين علي أليس كذلك عرفنا على هذه المبادرة أكثر طبعا مبادرتنا هذه فلسطين قصة ورحلة بلشت معنا قبل عامين من الآن بلشت من قرية لفتا المهاجرة وبلشنا نتسلسل فيديوهات بعمل الفيديوهات لحتى وصلنا لحد الآن إلى أكثر من 110 فيديوهات أتجناها في قرى ومدن وبلدات مهاجرة فلسطينية أو غير مهاجرة بالضفة الغربية وفي القدس والأراضي المحتلة خلال كل هذه المدة وكل إنتاجنا لهذه الفيديوهات طبعا زي ما ذكرت قبل قليل أنتجنا 110 فيديوهات وكانت رحلتنا وإحنا عم ننتج هذه الفيديوهات رحلة كثير 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 حلوة تعرفنا خلالها على كثير أشياء على قرانا على بلداتنا وعرفنا الناس معنا على هذه القرى والبلدات عنا 35 ألف متابع على منصة الفيسبوك حاليا وقبل فترة للأسف قامنا منصة الإنستغرام بحذف صفحتنا على المنصة وقمنا بخسارة جميع المتابعين على منصة الإنستغرام ولكن ما شفناها إلا بداية جديدة لحتى نرجع بشكل أقوى ونشر رسالتنا بشكل أعلى لجميع الناس وتوصل رسالتنا لجميع الحياة العالم هي إذن مقاومة على أرض الواقع مقاومة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي بهدف قول الحقيقة وقول ما يحدث وأيضا نشر لرواية الفلسطينية كما سبق وقلت علي أنتم أنتجتم أكثر من 100 فيديو يوثق لقرى فلسطينية هل يمكن أن تحكي لنا كيفية انتقالكم خاصة أن بعض القرى هي تحت وطأة الاحتلال الصهيوني صحيح طبعا من أكبر المشاكل اللي من واجهها حاليا هي كيف بدنا نوصل للقرى المهجرة خصوصا القرى الموجودة في الداخل وفي الأراضي المختلف طبعا التصعبات المشاكل اللي متعرض لها خلال التصوير من قبل قوات الاحتلال من قبل حرس الحدود من الشرطة الاحتلال اللي بتضايقنا بشكل غير ربيعي بآخر زيارة قبل الأخيرة زيارتنا لقرية بيت لوبا المهجرة على حدود الضفة الغربية قامت قوات الفدود البرية بمنعنا عن إكمال تصويرنا وإبعادنا على المنطقة على أساس أنها تشكل خطرا على الحدود بعتبروها حدود وقاموا بإبعادنا من المنطقة للأسف طيب أنتقل الآن إلى أحمد هناك الكثير من الفيديوهات يتم من خلالها التوثيق للقرى الفلسطينية لكن الملفت أيضا في الفيديوهات التي تقومون بتقديمها أنها فيها أسلوب سلس جدا أسلوب شيق وأيضا بسيط وهناك أيضا اشتغال على الصورة بشكل كبير أتوجه إليك أحمد بهذا السؤال من يساعدكما في عملية تركيب هذه الفيديوهات وأيضا تصويرها وكتابة النص أيضا مبادرتنا هذه الفلسطين أنا وأخوي علي إحنا الواحدين اللي نقوم في كتابة النص في منتاج الفيديو المكان اللي بيضعوا عليه وطبعا فيه مساعدات مننا قاعدة الأبوي أحيانا بيعطينا وبيعطينا الدعم المعنوي وطبعا وصلنا للأماكن بالجورة والقرى المهجرة أما عندما تجد الفيديوهات لتركيب والصور وكل شيء يتم عند أخوي علي وتسجيل الصوت كتابة النص عندي ونتساعة طبعا أحمد طيب أنت في عمرك 11 عاما وانطلقت في هذه المبادرة لما كان عمرك 8 سنوات ما الذي أعجبك ولفتك في هذه المبادرة مبادرة هذه فلسطين بتعلمنا أكثر وأكثر عن بلادنا فلسطين اللي نطمح كل يوم أن الجورة والجور قراها الكتير 535 قرية فلسطينية موجرة هو حلمنا نوصقها في اللياتها واللي يحفزنا دعم الناس إنا ومتابعيننا وطبعا جمال دماء أراضينا طيب هذه الفيديوهات هي تحمل دقائق فقط تروي قصص كثيرة تعودون من خلالها إلى ماضي هذه القرى وكيف كانت لكن أكيد الاشتغال ما وراء الكاميرا على هذه الأمور وهذه الفيديوهات يستغرق الكثير من الوقت أليس كذلك علي؟ طبعا الفيديو من ناحية التصوير يخذنا بالعادة من الساعتين إلى ست ساعات في الموقع مرات للأسف من التضييقات ومنضطر أنه ياخذنا وقت أكثر في التصوير في الموقع لأنه ما عمرنا تركنا الموقع اللي بنروح عليه بما نصوره ونأخذ المادة اللي بنحتاجها لحتى للكجي الفيديو اللي بدنا إياه واللي بدنا نوصل الفكرة من خلاله فمرحلة التصوير نفسها بتاخذنا تقريبا ثلاث لأربع ساعات بالوضع الطبيعي والمنتاج بيكون قسم على أوقات مختلفة ونشتغل عليها أنا وأحمد مع بعض والصوت برضو نفس الإشي بنعملهم مع بعض ونشغل مع بعض على هذا الموضوع فطبعا هذا الإشي بأخذ مننا كثير وقت طيب هل أخذتم دورات تكوينية في مجال التصوير والتركيب وما إلى ذلك أم أنها هواية فقط ويشاهد المشاهد كل هذا الإبداع في فيديوهات التي تقدمونها طبعا قبل ما نبلش في المبادرة كنت أنا أعمل فيديوهات خاصة إلي على اليوتيوب فمن خلال هاي الفيديوهات تعلمت أشياء ولو كانت جدا 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 بسيطة عن الملتاج والتصوير وإنتاج الفيديوهات ولكنها أعطت لي نظرة خفيفة وخلت لي أحب وعطت لي الشغف والإلهام لحتى أشتغل على هاي المبادرة ويجي بباني أنه فعلا يلا خلينا نصور وننصق ونورجي العالم ونورجي الناس فلسطين وجمالها عكس اللي بحاول يورجيه فوات الاحتلال طيب حدثنا عالي عن نوعية الصعوبات والمشاكل التي تواجهونها غير أن الاحتلال نعلم أن الوصول إلى هذه المناطق صعب لكن خلال عملية التصوير هل هناك مشاكل محددة معينة مثلا ما يتم تصويره وما تمنعون عنه أيضا ما هي المشاكل بالضبط؟ طبعا أول شيء من أكبر المشاكل اللي احنا منواجهها هو كيف بدنا نوزن ما بين الدراسة والمنتاج ومواعيد التصوير ثانيا وإحنا خلال مواعيد التصوير وما نروح نزور القرى المهجرة والبلدات السلسطينية طبعا صار معنى كتير مشاكل لا تعد ولا تحصى مثلا نسينا العدة نسينا بعض المواد أماكن مغلقة أماكن مملوعة أنه نقترب منها يعني فيه كثير أماكن القرى وصلالها الاحتلال المسكرها مملوعة أنه ندخل عليها مثلا قرية مواسنة مهجرة الاحتلال قام بإغلاق أغلب المرافق الموجودة فيها ما تبقى غير مكان منزل قديم منقدر أن ندخل عليه ونصوره للأسف الشديد هاي من أكبر الصعوبات يعني إحنا منتقلم ومنزعل لما نشوف هاي الأماكن الجميلة مسكرة ومش كتير الناس بتعرفها وتوصل عليها فإحنا هدفنا كمبادرة هذه فلسطين نوصل الفكرة لكل العالم ونورج فلسطين والعالم كله إيش هي القرى الفلسطينية وإيش هي القرى المهجرة وكيف هي فلسطين عن جد جميل جدا هذا التوثيق بالنسبة للقرى والتاريخها أيضا لهوية فلسطين بشكل عام هذه الهوية والثقافة التي تقومون بالحفاظ عليها طيب أحمد أعود إليك المبادرة فيها الكثير من الترفيه وأكيد من المتعة رغم الصعوبات التي تكون لكن ماذا استفدت أيضا غير المتعة والترفيه استفدنا كثير من الإشياء في المبادرة تأغير عن تعلم المعلومات الجديدة عن قرى الفلسطينية المهجرة والرحنات والمقابلات التي تعملها مع أصحاب السن الكبير من حتى المقابلات وصلا منهم القصص كانت تصير بالقرى الفلسطينية المهجرة تعلمنا كثير عن قرى الفلسطينية تعلمنا التصوير تعلمنا تسجيل الصوت وعن تعلم التصوير المتاج ماذا تشعران خلال زيارتكما لهذه القرى لهذه الأماكن التي غالبا ما يكون الوصول إليها متعب بسبب تضييقات الاحتلال طبعا مشاعلنا خلال زيارة القرى وزياراتنا جميعا بشكل عام هي ما بين ألم على فرح يعني هي مشاعر ملخبطة مش مشاعر واحدة لأنه أنت لما تروح على قرية مهجرة هي مهجرة كان بيجي ببالك هل كان في ناس فعلا يعني كيف كانوا يعيشوا هون بتنبسط لما تشوف الخضار وطبيعة الجميلة بتنبسط لما تشوف كيف البيوت موجودة بتنبسط لما تشوف البيارات ولما تشوف أشجار الزيتون اللي ممكن كانوا يسترزئوا منها ويشتغلوا فيها وبتتألم برضو كيف أهلينا تهجروا من هاي القرى يتركوا بيوتهم وتركوا أغراضهم في سبيل فلسطين في سبيل تحرير فلسطين وكانوا بآمن انهم ممكن فعلا يرجعوا على بيوتهم يرجعوا يعيشوا ببيوتهم يرجعوا يلقطوا شجر الزيتون اللي زرعوا بإيديهم ممكن انهم يرجعوا ويكملوا حياتهم اللي بدوها في قرىهم المهجرة أمام كل هذا التعب وهذا الاشتغال على الفيديوهات في المقابل كيف يكون رجع الصادة من رواد منصات التواصل كيف يتلقون هذه الفيديوهات التي تعرضونها عليهم طبعا بالناس تدعمنا تدعمنا بالتعليق باللوم بالمشاهدة على الفيديوهات تابعنا بالتعليق 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 عالي إذا كنا نتحدث حول التفاعل مع هذه الفيديوهات من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي خاصة أنهم رواد مختلف الجنسيات وأيضا يمكنهم مشاهدة جمال هذه المدن وأيضا القورة خاصة الكثير لا يمكنه أن يصل إلى هذه المناطق إذا أنتم في رمالله وفي فلسطين وصلتم بصعوبة إليها فما بالك من يكون خارج فلسطين طيب كيف يتفاعل رواد منصات التواصل مع هذه الفيديوهات العرب منهم وأيضا الأجانب طبعا قبل فترة قمنا بكثير مقابلات مع صحيف صحائف أجنبية قنوات ومواقع بس تلفزيوني أجنبية ربتلنا متابعين وناس بتابعونا من برى فلسطين ومن برى الوطن العربي بشكل كامل مشاهير أجانب حتى قاموا بنشر فيديوهاتنا على مواقعهم وأجانا كثير متابعين أجانب على صفحتنا الإنستجرام للأسف انحطفت بسبب السياسات الظالمة اللي بتفرضها منصة الإنستجرام طبعا على الصعيد العربي كثير من المؤثرين وصناع المحتوى ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بدعمنا ولو حتى في مشاركة على الستوري أو مشاركة لفيديو من الفيديوهات التي قدمناها مثل كثير وكثير وكثير من الصناع المحتوى الموجودين في الوطن العربي ماذا عن التعليقات هل تأتي دوما إيجابية أم هناك تعليقات سلبية كيف تأتي التعليقات ومن أين بتحديد أين هو جمهوركم من كل هذا نتيجي عنا صالفات كثيرة على الكوستات والفيديوهات اللي بننشرها كثير منها من الجزائر وفيه من الدول الأجزبية ولكن كمان فيه من الأشخاص داخل الأراضي اللي حدنا يقترحون أن ندعو أراضيهم وبلادهم والأماكن اللي تركوها يعني في حد في طرح ننزور مقصص ونرح نشوف إذا الإسلام هو وجود هذا هو النوع من التعليقات اللي بتوصلنا على صحيح طبعا بتوصلنا كثير برضو رسائل من الناس خارج بلد خارج فلسطين هم مقتربين عن البلد ببعتوا لنا أن ننزور قرام المهجرة في في زوجة أسيرة واصلت معنا لحتى نزور قريتهم المهجرة وفي إطلاقنا كتاب إلى الأسبوع القادم رح نروح نحضر الاحتفالية هاي الجميلة ونحتفل معاهم لحتى نورجي إلى القضية الفلسطينية مش بس كيف الاحتلال بيحاول أنه يورجيها جميل جدا شكرا لكم علي وأحمد على كل هذه التوضيحات فيما يخص مبادرة هذه فلسطين هذه المبادرة التي انطلقت قبل عامين ومستمرة بهدف التوثيق للقرى الفلسطينية مشاهدين أشكركم أنتم أيضا على المتابع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر